إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم أقيم في مدينة أربيل قداس عياد الميلاد حيث احتضنت كنائس عينكا وصلوات القداس بهذه المناسبة هذا وقد أعلن محافظ أربيل في تصريح سابق عن عدم إحياء أي احتفال بمناسبة عياد الميلاد ورأس السنة تكريماً واحتراماً لضخايا حادثة الحمدانية وسورانا دم بأسكة هاني وتبريكات بمناسبة ميلاد السيد المسيح ميلاد الفرح ميلاد السلام وإن شاء الله نتمنى لجميع العالم السلام والفرح والسعادة وخاصة العراق حلو جزين بس أكو يعني غصة على موت فلسطين وعلى موت كل البلدان اللي بها حروب يعني ما مرتاحين نفسياً أطفالهم مدعفون شنو معنى العيد فإذا نفرح لي أنه ولد المسيح ولازم نتهاني بميلاد السيدانة السوع المسيح وخصوصاً للشعب العراقي والإقليم العزيز ومتمنياً لهم الأمان ودوام الصحة والأمان أهم كل شيء أول شيء وقبل كل شيء كل عام وأنت بألف خير كل عام وجميع المسيحيين وجميع العالم بألف خير وصحة وسلامة وينعاد علينا بالرجاء بالأمان بالسلام إن شاء الله يكون هذه السنة تكون سنة خير وفرح على الجميع وهذا العيد إن شاء الله يحمل لنا الأمنيات أنه دائماً رغم الحزن دائماً رح يكون أكو أفراح رح يكون أكو رجاء خلي نقول وإلا الله يرحم جميع اللي ماتوا ويصبر أهلم طبعاً اشتركوا في القناة